بعض الملحوظات قلت اشاركها مع حضراتكم النهاردة أول الملحوظات نمسكها كده ايه؟ واحدة واحدة مباراة الإسماعيلي والنادي الأهلي منها ثلاث ملحوظات وفي ملحوظة في مباراة الزمالك والسموح لكن مباراة الزمالك الأهلي والإسماعيلي فيه ثلاث ملحوظات نبدأ من عد الإسماعيلي أول مباراة كنت بكلمكم عن صالح جمعة ودي فرصة عظيمة لصالح جمعة موهبة كبيرة وندرة في الكرة المصرية وفي العالم يعني في العالم بقاش فيه اللعيبة الحريفة اللي عندها مهارات كبيرة اللعيبة الكريفة في كده المبتكرة دي بقيت عملة ندرة جدا في العالم وفي مصر فاحنا عندنا لسه صالح جمعة رجله في الملعب فبنفرح بكل خطوة جديدة ترجعه تاني صالح جمعة اللي احنا عارفينه اللي احنا عارفينه من امتى اللي احنا عارفينه من امتى قول مثلا من 7-8-9 سنين من 7-8-9 سنين واختفى صالح جمعة طيب أول مباراة النهاردة مع الإسماعيلي مشوار جديد مع الإسماعيلي قدام النادي الأهلي فرصة ذهبية لزهور جيد يجي صالح جمعة ووقف على الخط عشان ينزل لابس تي شيرت بمقاس أكبر منه واضح جدا أنه وزنه زايد جدا مش مستعد لبداية الموسم مش فاهم أنه بيلعب مش فاهم أنه بيلعب لنفسه حط بقى نادي إسماعيلي بجماليته واسمه الكبير على جنب لنفسك أنت تبقى جاهز دي فرصة تعرفيت صالح جمعة عنده كم سنة؟ صالح جمعة داخل على 30 سنة يعني سنوات كثيرة 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 من الفرص الضائعة ومصمم ومصر أنه يضيع الفرص ولما بقول كده على صالح جمعة بالمناسبة هو بيزعل لما حد بينتقده إحنا يا سيدي زعلانين عليك مش زعلانين منك إحنا زعلانين عليك إحنا صعبان علينا موهبة كبيرة زي صالح جمعة دي عمالة تهدر يوم بعد يوم سنة بعد سنة ليه؟ ليه النهاردة ينزل بالشكل ده؟ ليه؟ هتقول لي لا مش واضح قوي تفرج عليه لما نزل ترناد بتاعته والجري بتاعه عنده صعبات مش طبيعية هو عايز يلعب على الواقف يدي سروهات وهو واقف كورا ما بقى شفيها كده دلوقتي خلاص يتلقى الكلام ده تجري وبتتحرك وبتخش وبتعمل تدخلات كل ده مش هقدر يعمله هو بش في شكل ده بسرعة لازم يجهز بسرعة بسرعة عشان الإسماعيلي محتاجه وهو محتاج الإسماعيلي أكتر بكتير ما الإسماعيلي محتاجه دي ملحوظة ترجمة نانسي قنقر